من جديد برحب بك يا كابتن هايسم وبرحب بكل ديوفك الكرام في الستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان يمكن معي الوقتي في هذه اللحظات واحد من نجوم كرة السلة في مصر الكابتن واقل بدر مدير الفني النادي سبورتينج طبعا برحب أحدك في البداية على شاشة قناة النادي الاهلي وهارت لك طبعا لمباراة اليوم أهلا سام بحضرتك وبرحب بكابتن هايسم السعيد كابتن اسلام علي كابتن سلعوي الحمد لله مبروك لنادي الاهلي هارت لك نادي سبورتينج كابتن واقل يمكن شوفنا من مباراة اليوم أداء لعبي نادي سبورتينج الأداء المتميز والأداء القوي اللي شوفناه منهم دليل على الاستعدادات والتحضيرات القوية طبعا تحت قيادة حضرتك في التدربات الجماعية للمباراة نادي الاهلي الحمد لله الحمد لله يعني من أول السيزون الحمد لله العيوة شغالة بشكل كويس بنتعب بنكتهد نحاول نرجع اسم النادي تاني وكيان النادي تاني الفترة اللي فاتت نادي سبورتينج نادي كبير الفترة اللي فاتت كان لعبت في نادي ده تلت سنين لعبت في تسع بطولات كسبان سبعة من تسعة والناس اللي بعدها كمان كسبوا كل الفرقة دي كسبان بطولات كتير قبل كده فبحول أرجع كيان النادي تاني بحول أرجع الفرقة تاني يبقى ليها شراسة تبقى موجودة وسط الكبار بشكر لعبتي جداً النهاردة مش النهاردة بس طول الموسم الناس مقدية بشكل كويس جداً روع علي أداء عالي بشكرهم كمان على الحالة الدفاعية اللي هم فيها حضرتك زيم كمان كباتين الكبار في الستوديو عارفين لما بتلعبي من غير محترف وبتلعبي بولاد صغيرين تحت 20 سنة نهاردة سنيم العيسوي ده لعيب تحت 20 سنة أول سنة 20 لسه ماكملش 19 سنة يوسف رفعت لعيب تحت 20 سنة كان معي عمر بهاء كمان لعيب تحت 20 سنة كل يعني بحاول أعمل جيل جديد بالإضافة للعناصر الكبيرة اللي موجودة سواء أعمار سنية متوسطة أو أعمار سنية كبيرة بشكر جداً لعبتي مش النهاردة بس زي ما قلت لك على كل الفترة اللي فاتت بنتعب وبنجتهد بنحاول نشتغل بشكل كويس والحمد لله ربنا قرمنا السنة دي بفضل الله بفضل الله يعني مغدين ثالث مرتبط الحمد لله ودلوقتي ماشيين خامس وراء النادي الأهلي وكمان عندنا دور التمانية في كاس مصر فالحمد لله رب العالمين راضي جداً عن اللعيبة وراضي جداً عن روحهم وأداءهم كابتان واقل يمكن كابتان هيسم دلوقتي في الستوديو وكل ضيوفه الكباتن طبعاً موجودين معا في الستوديو يمكن بيهنوك على أو بيحيوك على مباراة اليوم طبعاً الأداء اللعابي نادي سفورتينج يمكن كنتوا بتقتلوا لحد آخر لحظة يمكن شفنا ده كمان بالزات في الكوارتر الثالث والرابع بشكرهم جداً على على الكلام الحلو اللي هما بيقولوا يعني نقلاً عن حضرتك زي حيك ما قلت بدأنا الجيم بشكل وحش النهاردة بخط لابت طايمة وتقلت لهم خلاص هنخسر الجيم ما في عنديش مشكلة خالص بس أخسر وأنا راجل أخسر وأنا بقاتل الأغاية آخر دي ما عنديش مشكلة خالص الحمد لله يا رب العالمين مشينا في الكوارتر الثاني والتالت كويس الكوارتر الرابع آخر خمس ست دقايق نتيجة خبرات لعيبة نتيجة وجود محترف نتيجة نادي الأهلي بيدوم أجمد سكوات في مصر من وجهة نظري طبعاً مع نادي الاتحاد السكندري هما الاتنين أجمد اتنين قوام فرقتين موجودين في مصر فكون إن الفرقة تلعب هنقل هنكانسل أول عشر دقايق هنكانسل آخر تلاثة اربعة دقايق نلعب سبعة عشر دي تمانية عشر دي قدام النادي الأهلي صالة النادي الأهلي الحمد لله الحمد لله موضوع والله موضوع بيجي بعد تعب وبيجي بعد جهد وبيجي بعد بعد مذاكرة كتير وكلام كتير ف بشكر لعبتي تاني بشكر لعبتي جداً جداً أنا من غيرهم يعني هم اللي بيشتغلوا هم اللي بتعبوا هم اللي بيموتوا في الملعب فبشكرهم من خلال قناة النادي الأهلي بشكر ركباتي اللي في استوديو على الكلام اللي قوي على فرقة نادي سبورتينج وبشكرهم كمان الكلام كانت ألعب لكده بدور المرتبط مش دلوقتي بس بشكر كل الناس الموجودة في الاستوديو اللي هم متابعين نادي سبورتينج وبكلموا عن نادي سبورتينج بالشكل ده كافتان واقل خليني أروح لحضرتك لنقطة كده يمكن تكلمت عنها هو عدم موجود محترف في صفوف نادي سبورتينج يعني أعيز أعرف من حضرك إيه سبب عدم موجود لاعب محترف في صفوف الفريق والله ده كان بالاتفاق مع مجلس الإدارة في أول السيزون قالوا إن إحنا كده كده غالبا مش هنخش في المنافسة أوي في الطفور أو مثلا إنه نلعب فينال أو حاجة فإن إحنا عايزين نبدأ نصاعد شوية ناشئين نستفيد منهم فطبعا وجود محترف بيدي لو جبت مثلا محترف جارد في بوزيشن وانو أو تو أو سري ما كناش نهاردة نشوف سليم العسوي ما كناش نشوف يوسف رفعت ما كناش نشوف عمر بهاء ما شنشوف أحمد ياسر رحان كل دي أسماء بأول هالك بلعبوا بوزيشن وانو أو تو سري ممكن الكبات من في الستوديو يكونوا ملمين أكتر بالموضوع فالحمد لله يمكن أن يعني الموضوع جيب نتيجة إيجابية لعيبة صغيرة بدأت تطلع فهو كان اتفاق ما بيني وما بين إدارة النادي إن إحنا مش نجيب محترف عايزين نجاهز فرقة للسنين اللي جاية والحمد لله يمشيين على الطريق الصحيح وربنا يكرمنا إن شاء الله بقية الموسي كابتن واقل واحد طبعا من نجوم كرة السلة في مصر بشكر حضاك جدا وبالتوفيق دايما إن شاء الله شكرا جدا لحضاك شكرا جدا لك كابتن في الستوديو مسي جدد لحضرتك يكين دايك كابتن هيسم كان لقاءنا مع مدير الفني نادي سبورتين كابتن واقل بدر والآن نعود مرة أخرى للستوديو